هذا هو حال محافظة تعز صمود بين رح الحرب والحصار فأعمال القنص متواصلة ومقذوفات المدافع والصواريخ التي تطلقها ميليشيا الحوث الإرهابية لا تزال تتساقط على القرى والأحياء السكنية وأماكن تجمع المدنيين متسببة في تكريس وضع إنساني وكارثي خطير في هذه المحافظة اتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز أسطر تقريرا جديدا عن الأوضاع الإنسانية في المحافظة خلال شهري إبريل ومايو من العام الجاري كشف فيه عن حجم المعاناة التي لا تزال تعز تتكبدها جراء استمرار الحرب دون أفق قريب لنهايتها أوضح التقرير أن 84 أسرة فقدت عائلها بسبب الحرب فيما تعرض نحو 150 شخصا آخر للإصابة التي أجبرتهم على التوقف عن أعمالهم وإعالة أسرهم ومن بين المدنيين الذين قتلوا خلال الشهرين الماضيين 24 طفلا وتسع نساء و53 شابا فيما أصيب 24 طفلا وثمانية نساء و58 شابا بعض تلك الإصابة خطيرة وبحسب التقرير فإن من ضمن الضحايا 21 حالة قتل وإصابة في عمليات قنص مباشرة وستة حالة قتل وإصابة بسبب الألغام الأرضية الحرب خلفت خلال الشهرين الماضيين بحسب تقرير اتلاف الإغاثة 324 يتيما وتسببت في تهجير 162 أسر من منازلها في مديرية التعزية جنوب شرق المحافظة كما تسببت في إلحاق الضرر الكلي والجزء بـ 75 منزلا ومنشأة وممتلكات خاصة وعامة في عموم المحافظة اتلاف الإغاثة بتعز وجه دعوة ملحة للجهات الحكومية والإغاثية إلى ضرورة استمرار أنشطتها والدزاماتها الإنسانية تجاه المدنيين في عموم مديريات محاوظات التعز التي لا تزال تشهد مواجهات مسلحة تتسبب في المزيد من النزوح والتهجير القسري دان الآلاف لوظائفهم ومصادر أرزاقهم